تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي والتي يتوقع أن تكون قوية في بعض المناطق في ساعات واعتبارا من ساعات فجر يوم السبت حيث تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيئ الفرصة لأن تهط الزخات رعدية من الأمطار بمشيء الله تعالى في أجزاء متفرقة وذلك من شمال ووسط وشرق المملكة ومناطق البادية هذا ويتوقع أن تكون بعض من هذه الزخات غزيرة في بعض الأحياء والنطقات الجغرافية الضيقة وتترافق مع تساقط البرد مما يتسبب بجريان الأودية والشعاب والمنحدرات وتشكل ما يسمى بأسيول المفاجئة وربما تمتد بعض من الزخات الأمطار المحلية في أجزاء من جنوب المملكة في ساعات لاحقة من نهار يوم السبت خلال ساعات ليل السبت مساء يوم السبت وليتسبت على الأحد يتوقع أن تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة في ساعات الليل الأولى ثم تتراجع تأثيرات حالة عدم الاستقار الجوي وتضعف فرص الهطول تدريجيا مع مرور الليل ويتحول التقصي يصبح باردا ورطبا للغاية في مناطق واسعة من المملكة مع تشكل الضباب وعيد منتصف الليل في أجزاء واسعة من البلاد ويوصى في هذه الأحوال الجوية غير المستقرة وخاصة أن حالة عدم الاستقار ستكون قوية في بعض المناطق من الانتباه والحذر الشديد من مخاطر جريان الأودية والشعاب والمنحدرات ومن تشكل ما يسمى بالسيول المفاجئة أو حتى تلك السيول المنقولة من منطقة إلى أخرى نتيجة هطول الأمطار الرعدية وبالأخص أيضا في مناطق البادية التي يتوقع أن تشهد هطولات رعدية غزيرة ومناطق البادية الشرقية والطريق المؤدي إلى مركز حدود العمري ومناطق أيضا الحدود الأردنية السعودية هذا والله تعالى أعلم